وعارفين ان هو كان عنده موضوع في لقاء النهائي ان هو كان عايز يحط يفت الشهداء ويحط تشارة الاتحاد الافريكي الافريكي وفق له ولكن بعقوبات يعني قال له ان انا عليك عقوبات والنادي الاهلي وافق ارسل الاتحاد الافريكي لنادي الاهلي 900 الف دولار ثم ارسل له مؤخرا شيك بـ 119 الف دولار وخصم 20 الف دولار هي كيمة الغرامة يعني طبعا ده حقهم هما ناس محترفين ما عندهمش مشكلة اعتقد ان النادي الاهلي كان لازم يعمل كده لان هو مضطر حتى لو 20 الف او 30 الف او 40 الف ده اقل تكريم للشهداء او الشهداء الناس اللي راحت اروحها في ده للنادي الاهلي او راحت اروحها الحقيقة في يعني ظروف صعبة جدا يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي معنا تقرير بقى عن لقاء السوبر للنادي الاهلي باستعد للقاء السوبر الافريكي يوم 22 ان شاء الله باذن الله او 23 فبراير مش عارفين سمع ان هو حيلعبه على كل الحربية بجمور